انت لسه هتخش في رزق هم هيجيبه لسه فرقة. انا ممكن قول لك حاجة اه محمد صلاح هروح بي اس جي الصيف ده. وانا بقول لك كده على مسؤوليتي. لا بدي اكيد على مسؤوليتي. دايما انا بقول لك. محمد صلاح هروح بي اس جي. وافتكروا كلمين من كلمين ده قلته هنا. محمد صلاح الصيف ده يروح بي اس جي. حدروح بريسان جرمان. شغل كبير اه. ماشي انا بقول لك. شغل كبير اوي. مالو. انا قلتش حاجة والله العظيم يروح بي اس جي. عادي يعني اللي بيتفرق على التلفزيون. انا لو تسألني. اه. افضل ان هو يفضل في لي بروبول. وده الاختيار الامسل ليه. لا انا انا سألني وعقول لك روح راي مديد او برشتونا. بس في ظل حياتي راي مديد برشتونا السنة دي دي. خليه يفضل في لي بروبول احسن. يعني زي بقول لك راي مديد وبرشتونا واضح ان لسه هيخده وقت شوى عشان يرجعه في رايزية. بس انا مش بقول لما رأي ايه. انا مش بقول رأي موقع يعني. كم وقت? خلي بالك ان برشتونا الله يعني تقعيبا اجويرو هيروح هناك. اجويرو خلاص على الالفين تتعارشين. فنفينالدون برضو كان هيروح مع عشر. فنفينالدون راح بايرو. راح بايرو. خلاص اه. ايه المقابل المادي اللي ممكن يودي محمد صلاح لبي اي اي جي? لا فلوس طبعا كويس جدا يعني. ايو فعزه كمان كان واخد مش زي دلوقتي. ويروح اه في ازيق. دي اكبر صفحة. عشان فلوس. ماشي بقول لك ايه. بس مش كل الناس زي بقى. هو نمار جدد بكامعة جابتو حاسم. نمار جدد دلوقتي بحوالي بحوالي ستمائة في الاسبوع. الرقم اللي نمار جدد. جدة? الرقم اللي نمار جدد بيجي. نمار لسه مجدد. من اسبوعين. ستمائة ايه? ستمائة الف. ستمائة الف يورو. ستمائة الف يورو في الاسبوع. نمار لسه مجدد. حتى بتتكلم ان هو النهاردة لو جاله الفلوس اللي بياخدها. وهو كسب كل حاجة مع نيفر بولها. عايز يروح بس جي. بتتكلم في نادي كبير. بتتكلم في تخطيط لما بعد الاعتزال. ودي نقطة مهمة جدا. لتخطيط لما بعد الاعتزال. لان هو صلاح متوجه للحتة. اه للحتة دي. زي ما شافي كان متوجه للحتة دي زي. اني حت. الحتة بتاعت الدوحة. اه. معروفة يعني. راحة في الحتة دي. النهاردة الى ما بعد الاعتزال في تحضير لناس معينة. زي ما كان فيه تحضير لفرانك دي بولا. زي ما كان فيه تحضير لرونالد دي بول. زي ما كان فيه تحضير لنيجيل ديونج. زي ما كان فيه تحضير لفيسل شنايدر. ان ان انت بياتركت الناس دي المكان معين. ان هما انهوا حياتهم القروية في مكان معين. يعني انت لو ما كانوا تروح؟ فين؟ PSG ولا تبص الامور تانية؟ اه لو انا ما كان صلاح اه اروح PSG. هتروح PSG. بصراحة اروح PSG. لان PSG انت بتتكلم في نادي وصل سيمي فاينال آآ في اخر سنتين. فاينال السان اللي فاينال سنادي سيمي فاينال. فاينال وسيمي فاينال. هتتكلم فيها قريبة جدا من نهاية فوج. صلاح ممكن يكون البازل النقصة علشان PSG يكسب بتتكلم في العيب. ما شاء الله نسبة التهديف بتاعته. حتى في اسوأ الظروف رهيبة. رهيبة. فانتا النهاردة PSG بلعب بمين قدام? بلعب بمبابي ونيمار وديمارية. في وقت من الوقات. خط موراية. طيب. لو دمارية. ففيه ده. لو 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 حافزوا على مبابي ونيمار وصلاح دخل عليهم. هيبقى صعبة جدا من حد يوفق قدامه. فرقة رهيبة. صاح طبعا. طبعا. صعبة قوي. لا احسن لعيبة حريبة. صعبة جديدة.